مهى أبو عوف صاحبة شخصية فنية مميزة هدوءها وجمالها حصرها في أدوار سيدات المجتمع الراقي حياتها الشخصية مليئة بالتفاصيل والمواقف الصعبة إليكم في هذه الحلقة أبرز المعلومات عن مهى أبو عوف ولدت مهى أبو عوف في أواخر الخمسينيات لأسرة بتحب الفن فعمل والدها لفترة في مجال الموسيقى بجانب عمله الأساسي كطبيب درست مهى أبو عوف بالجامعة الأمريكية في القاهرة ولأنها من محبي الفن هي وأشقائها اتعاونوا معا وطرحوا فرقة الفور ام لكن الفرقة ما استمرت طويلا وتوقفت بعد زواج إحدى الشقيقات عاشت مهى أبو عوف قصة حب معازف القتار عمر خرشيد وكان شقيقها عزة أبو عوف بعارض هذا الزواج في البداية لفارق السن بينهم لكنهم نجحوا في إقناعه لكن هذا الزواج لم يضم طويلا بسبب وفاة عمر خرشيد تردد إنه مهى عاشت صراع كبير معائلة خرشيد للحصول على الميراث اللي وصلت قيمته لعشرين مليون جنيه لكنها أكدت فيما بعد في أكثر من لقاء إنه هذه الشائعات لا أساس لإلها من الصحة وإنها ما فكرت في الأمور المادية إطلاقا خاصة بعد حادث الوفاة الغامض تزوجت مهى أبو عوف مرة ثانية ومرت في هذه الزيجة بالعديد من المشاعر والتجارب المؤلمة حيث عانت من مشاكل في الإنجاب واستمرت 15 سنة ولجأت لاستشارة العديد من الأطباء في الدول الأوروبية وقتها لتحل هذه المشكلة لكن الأطباء في أمريكا نصحوها بالتخلي عن هذا الحلم وإزالة الرحم للتخلص من مشكلة الحمل الكاذب اللي كانت بتراودها كل فترة اتفاجأت مهى بخبر حملها رغم كل الفحوصات والتقارير الطبية وبعد الولادة كانت شديدة الحرص والخوف على ابنها لكن شقيقها عزة أبو عوف نصحها بعدم المبالغة في الخوف عليه لا يعيش حياته بشكل طبيعي الزيجة الثالثة لمها أبو عوف كانت من عمر المنزل آوي وعاشت معه حياة هادي أو مستقرة خاصة وإنه بيعامل نجلها بطريقة جيدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة